معانا الاستاذة الصحر شكرا انت رجعت اتصلت تاني احنا دعينا الولدة حضرتك كان عندك سؤال ايوه يا دكتور بقول لي حضرتك يا دكتور انا دلوقتي لما باجي اختم الصلاة واعودة دعينا من غير مدرأ انا ببكي ببكي ببكاء شديد فاللي حواليا بيقولي لك ده حرام انت بتعذي بيها فان هو تدحس هو مين اللي حواليك دولة يعني انت عندكم مجمع فقه في البيت مثلا عندكم داري الافتاء في البيت عندكم كفالة الشر يعني مركز للبحث الفقي وليلهم يسكتوا شوية يتقوا الله سبحانه تعالى ايه اللي حاصل انا اشرح لك بقى هم يمكن فهموا من الناس غلط ان ايه اللي حاصل في حديث الرسول الله سلم الميت يعذبوا ببكاء اهلي لا ده هو كان امرهم ان هم يولولوا عليه ويشقوا الجيوب ويتحق لكن واحد بكى واحد بكى لانه عنده شفقة على والدته خلاص ما قالوش حاجة ده انما هي رحمة زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لكن مين بقى اللي احنا نحذره اللي واحد اللي كل ما يجف فقلم ولا يجف فحزنه يروح يعني يروح حاكك الجرح بتاعه تاني عشان يرجع يبكي ويرجع يحزن لكن لو انت زي ما انت بتقولي كده الوصف زي ما انت بتقولي كده بيجري الدمع على عينك من غير لا حالة من حالات التزمر ولا حالة من حالات الرفض ولا السخط لا ما فيش حاجة ولا انت اثمة ولا حاجة واحدة ترفقوا بالناس الله يكرمكم نعم معانا مين استاذ صحر لسه عندها سؤال تاني تفضلية استاذ صحر ايوه يا دكتور بقول حضرتك يعني انا دلوقتي هي والدتي كانت مواصيانا محدش يصوت واللي عيصوت علي انا بريئة منه احنا عملنا بمصيصة لحد يصوت لا بنصوت ولا بنقول كلام يغضب الله بس احنا انا واختي واخوية يعني اما بنيجي نعيط اما بنيجي ندعيلا من غير تلقائيا بنبكي طيب موضية الرحمة احنا قلنا هي ديد الرحمة انتوا عندكم شفقة عليها صح مش كده ايوه هي كانت بالنسبة لنا هي ابو وام احنا ابونا عايش بس مش موجود بحياتنا يا زيدي انا عايز اقولك حاجة عشان بس بنت عامل صح مع المسألة انت دلوقتي انت كرهة ان والدتك تروح تتنعم عند ربنا انت كرهة ان والدتك تروح في المنزل الحسنة انت كرهة ان والدتك الله سبحانه وتعالى يناديها فتجيب انت كرهة ان والدتك تحس براحة وبسعادة وان خلاص تشال من عليها الهم كانت قاعدة هنا تعبانة ولا كبيرة في السن بتتعب لما تصلي وتتعب لا اراحت للراحة فارحة الله سبحانه وتعالى فبلاش يكون عندنا شعور الانانية واذا كان انت عندك شفقة خلي دعائك هو الشفقة بتاعتك والرحمة بتاعتك اللي انت طلبها لامك اشتركوا في القناة